بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الحادية عشر من مقرر المحاسبة المتوسطة واحد متين وثلاثة حسب بعنوان المحاسبة عن الأصول غير الملموسة أولا طبيعة الأصول غير الملموسة أو الأصول المعنوية حيث تتميز بعدد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الأصول الملموسة وأهم هذه الخصائص على الناحو التالي أولا عدم وجود كيان مادي ملموس لها عدم التأكد المصاحب للمنافع المستقبلية المتوقع الحصول عليها من تلك الأصول صعوبة التنبؤ بالعمر الإنتاجي لها ومن أمثلة تلك الأصول غير الملموسة أو الأصول المعنوية الشهرة مثلا براءة الإختراع حقوق النشر والتأليف العلامات التجارية مصروفات التأسيس وتكاليف البحوث والتطوير وغيرها تصنيف الأصول غير الملموسة يمكن تصنيف أو تقسيم الأصول غير الملموسة من عدة زوايا أولا من حيث إمكانية التحديد هناك أصول قابلة للتحديد بصفة منفردة بمعزل عن الأصول الأخرى مثل حقوق الإختراع والعلامات التجارية بينما هناك أصول لا يمكن تحديدها بصفة منفردة عن الأصول الأخرى أو عن المنشأة مثل الشهرة ثانيا من حيث طريقة الحصول على الأصل غير الملموس يمكن الحصول على الأصل غير الملموس عن طريق الشراء من الغير أو عند الاندماج مع شركة أخرى أو عن طريق أصول يتم الحصول عليها ذاتيا كبراءة الإختراع أيضا يمكن تقسيم الأصول غير الملموسة من حيث العمر الإنتاجي المتوقع لها إلى أصول ذات عمر إنتاجي محدد سواء كان هذا التحديد بواسطة القانون أو عن طريق عقود ملزمة ذلك مثل حقوق الإبندياز وهناك أصول عمرها الإنتاجي يرتبط بعوامل اقتصادية مثل براءة الإختراع وهناك أيضا أصول ليس لها عمر محدد كالشهرة رابعا من حيث القابلية للانفصال عن المنشآة يمكن القول بأن هناك أصول غير ملموسة قابلة للانفصال مثل حقوق التهليف والاختراع وأيضا هناك أصول غير قابلة للانفصال كالشهرة ومن العرض السابق يتضح أن الشهرة كأصل غير ملموس يختلف في طبيعته عن باقي الأصول غير الملموسة حيث لا يمكن تحديد تكلفتها بصفة منفردة من ناحية كما لا يمكن أيضا فصلها بذاتها عن باقي أصول المنشآة الأخرى ذلك بالإضافة إلى أنها غير محددة العمر الإنتاجي فضلا على أن المحاسبة على الشهرة تتطلب الحصول عليها عن طريق الشراء من الغير ثالثا تقييم الأصول غير الملموسة المشترى كيف يتم تقييمها أي كيف يتم تحديد تكلفتها ولا يختلف هنا تقييم الأصول غير الملموسة عما سبق التعرض له في تقييم الأصول المادية الملموسة الثابتة حيث يلاحظ أنه يتم تقييم الأصول غير الملموسة بالتكلفة مضافا إليها كافة النفقات الضرورية اللازمة لإعداد الأصل وتهيئته للغرض الذي من أجله تم الحصول عليه أيضا إذا تم الحصول على أصل غير ملموس مقابل إصدار أسهم أو أي أصول أخرى غير نقدية ففي هذه الحالة يتم تقييم تكلفة الأصل غير الملموس بالقيمة السوقية العادلة للأسهم المصدرة أو الأصول غير النقدية أو القيمة السوقية للأصل غير الملموس الذي تم الحصول عليه أيهما أكثر وضوحا أيضا إذا تم الحصول على الأصل غير الملموس في شكل مجموعة كما سبق توضيحه عند الحديث عن الأصول المادية الملموسة في هذه الحالة يجب توزيع تكلفة شراء المجموعة على عناصر الأصول المكونة للمجموعة كل على حدة وذلك طبقا للقيمة النسبية لسعر السوق لكل عنصر بالنسبة لإجمال القيم السوقية لمجموعة الأصول المشترى